اهلا بكم البداية مع العنوين الثانية والربع بتوقيت بيروت اهلا بكم الى هذه النشرة التي تبث ايضا عبر الموقع otv.com.lb شهدت اسعار المحروقات مزيدا من الارتفاع بحسب جدول اسعار الوقود الجديد الصدر عن وزارة الطاقة والمياه المدرية العامة للنفط حيث زاد سعر صفيحة البنزين 95 اكتان 22.000 ليرة كما ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 اكتان 23.000 ليرة وزاد سعر صفيحة المزود 29.000 ليرة وقرورة الغاز 9.000 ليرة وباتت اسعار المحروقات وفق الشكل الاتي صفيحة البنزين 95 اكتان 463.000 ليرة صفيحة البنزين 98 اكتان 473.000 ليرة صفيحة المزود 489.000 ليرة قرورة الغاز 311.000 ليرة لبنانية في قصر بعبدة وقع الرئيس عوني المرسوم القادي بتعيين العميد الركن بير صعب عضوا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني كما وقع أيضا المرسوم القادي بتعيين العميد الركن محمد المصطفى أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع وبذلك اكتمل عقد المجلس العسكري المؤلف من ستة أعضاء كذلك استقبل الرئيس عوني الموثل المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هونشتاين لمناسبة تسلمها مسؤوليتها الجديدة وتمنى لها الرئيس عون التوفيق في مسؤوليتها الجديدة مشددا على أهمية التعاون بين لبنان والبرنامج والمشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها على مختلف الصعود وأكدت سيدة هونشتاين أن البرنامج سيواصل نشاطه في لبنان بزخم لتحقيق الأهداف التي يعمل من أجلها في بعبد وزير الأعلام زيد مكاري الذي أكد أن الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من أجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين لا يمكن الانطلاء بمهام الوزارية دون أن أتشرف بزيارة فخامة الرئيس العماد ميشيل عون والاستماع إلى توجهاته حيث كانت مناسبة كي أشكر كل من منحني الثقة وأتمنى التعاون بين الجميع لما في خير لبنان واللبنانيين بما لا شك فيه دقة المرحلة وحساسيتها كما الظروف الصعبة التي تتطلب الارتقاء بالعمل الوزاري من أجل تخفيف المعاناة على اللبنانيين كما تفضيل المصلحة الوطنية على كل الحسابات الضيكة إلى رحاب العمل الوطني الجامع وشكراً يعني أنا اخترت أني بهالمرحلة ما أحكي قبل ما أستلم لنا كلام كتير أنا قريبة من الكل ومن الجميع البلد بأزمة كبيرة وبيتطلب أنه نشتغل أكتر ما نحكي وزير الأعلام زيد مكاريزر أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد تعيينه وزيراً وفي السرع وفض من الاتحاد العملي العام برئاسة بشار الأسمر الذي أكد بعد اللقاء أنهم سمعوا تطمينات من ميقاتي عن الحفاظ على أموال صغار المودعين وكمان نحن طرحنا أنه مهم جداً تأمين هذه الحاجيات إنما كمان الأسعار يجب أن تكون أسعار متهاودة يعني تأمين هذه الحاجيات بأسعار هائلة كمان تنعكس سلباً على الشعب اللبناني طبعاً اتحدثنا كمان عن الواقع المصرفي وعن الفجو الكبيري اللي عم يتحدث عنها الخبراء والمصرفيين والتي تكاد تصل إلى 75 مليار دولار والاتجاهات التي تحكى عن تحميلها للمودعين وهذا اللي بيرفضوا الاتحاد العمالي العام رفضاً قاطعاً اسمعنا تطمينات خلينا نقول من دولة الرئيس حول الحفاظ على صغار المودعين واسمعنا أرقام منقول قد تكون مقبولة إنما لمزيد من الحوار حول تأمين أموال المودعين صغار المودعين واللي هي بتوصل تقريباً لحدود 93% من هذه الأموال وعدم تحميل المودعين وزر هذا الاقتصاد السيء اللي وصلنا له نحن والانهيار وهذه الفجو الكبيرة كيف يصف رئيس الطيار الوطني الحرق النائب جبران بسيل الثورة؟ انطرنا كتير لحتى الناس تقوم معنا مش علينا وتأملنا كتير أن عفوية الناس الصادقة بـ 17-20 تكمل بثورة صادقة تعمل الإصلاح وتحارب الكذبين للأسف إنه الموجهين والممويلين حولوا 17-20 ضدنا وحدنا بدل ما تساعدنا الثورة بفتح مجلس النواب لأقرار قوانين الإصلاح ومحربت الفساد صارت تسكر مجلس النواب وكأنها عم بتساعد الأكترية فيه حتى ما تقر اللقوانين الثورة الكاذبة حجزت الناس عبطرقات وكسرت ممتلكات عامة وخاصة ووقفت المشاريع المنيحة بالبلد مثل سد بسري وشلت الإدارات وسرعت بنهيار الليرة والاقتصاد ومقدمت ولا مشروع بديل ولا ضغطت معنى لأقرار أي مشروع مفيد هالثورة صارت ثورة السفرات والانجي اوز يلي بتفرخ بالميات وبتتمول بالمليارات لصالح مين ولا أي مشروع حدا منكم يا لبنانيين شايف فيهم مشروع واحد موحد يمين او يسار لبرالة او موجه لانقاذ لبنان حدا شايف فيهم مشروع حقيقي وبديل صوته تيار صوته معنا لح نبقى نحن السورة الحقيقية اشتركوا في القناة لفت النائب محمد الحجار إلى أن قراره هو العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة للأسباب التالية وهي الالتزام بقرار سعد الحريري الذي اتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة وتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة لناحية الاعتراض على الممارسة السياسية السائدة في لبنان والقناعة أن الاهتمام بمصالح أهل أقليم الخروب لم يكن ولن يكون يوما مرتبطا بالموقع النيابي وأشار إلى أنه كعضو مؤسس في تيار المستقبل وكمواكب لعمل رفيق الحريري منذ ثمانينيات القرن الماضي فأنه يعتبر نفسه من العائلة وبالتالي فقط كان من الصعب عليه جدا لا بل من المستحيل خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها خاصة وأن الترشح كان سيستلزم الاستقال من تيار المستقبل من الأحزاب إلى الثورة ثم الترشح إلى الانتخابات النيابية فهل من حظوظ جورج عبود من الحزبية إلى الثائر هي نقلة البرود من كتف لآخر بعد اندلاع التحركات الاحتجاجية حيث لجأ البعض إلى خلع الصبغة الحزبية شكليا فقط من أجل ركوب موجة الثورة فهي كسيبة أكتر خاصة من بعد موجة النقمة على الأحزاب التقليدية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية المفارقة أن الثوار الجدد فصلوا المطلب الجامع بتغيير كل الطبقة الحكمة على إياسهم الخاص فتحول الشعار من كلهم يعني كلهم لكلهم يعني كلهم إلا زعيم حزبة المضحك المبكى أنه على أبواب الاستحقاء الانتخابة وعلى الرغم من أن الاستطلاعات الإحصائية تشير إلى موجة بتميل لانتخاب ما يسمى بقوة تغيير إلا أنه المفارقة وعند سؤال هيد الفئة من النخبين حول الاسم يلي بتريد انتخابه يأتي الجواب لا أعرف أي بالعرب المشبرح تحركات احتجاجية متواصلة على مدى أربع سنوات فشلت بفرز أسماء قيادية معروفة وآذرة على خوض المعركة النيابية بنجاح على وقع إجر مع المجتمع المدني وإجر مع الانتماء السياسي المقعد النيابة أصبح شهية مفتوحة فكرت صبحة الترشيحات لحزبيين سابقين تخلوا عن أحزابهم بالقول أما بالفعل فعلامة استفهام كتير ترسم حول الموضوع الممثل أسعد رشدان أعلن الترشح للانتخابات النيابية بديرة كسروان جبال حيث أوضح الأخير بتصريح صحافة أنه قراره جاء بعد ثورة 17-20 والهدف منه تجيع باقي الفنانين أو الشعب على الترشح لتغيير الطبقة السياسية الحاكمة من 30 سنة إلا أنه رشدانه بمعرض سعيه لتغيير الطبقة الحاكمة وبنفس المقابلة أكد أنه حزب القوات والكتائب بيبقوا الأقرب إلو ميشيل شامعون القوات يلي تحول لناشط بالثورة وتولى مهام قطع الطرق خلال التحركات الاحتجاجية أعلن عن ترشحه للانتخابات النيابية عن المقعد المروني ببعبدة الإعلامة رياض طوء يلي ما بيخفي بتصريحه الإعلامية أنه حزب سابق بالقوات اللبنانية أعلن أنه مرشح اقتلاف شمالنا للانتخابات النيابية عن المقعد المروني ببشرة إسحيا سيسين القوات السابق أيضا من بلدة حتشيت مرشح اقتلاف شمالنا للانتخابات النيابية عن المقعد المروني ببشرة هي عينة واللائحة تطول بانتظار اكتمال مشهد الترشحات والتحالفات من دون إخفال أيضا أنه المنصات يلي تم إنشاءها من أجل تمويل الحملات الانتخابية ودمج المجموعات باقتلاف واحد لخوض الانتخابات النيابية كجبهة وحدة لقوى التغيير عم بيسيطر عليها حزبيين سابقين فمنصة نحو الوطن تضم الأمين العام السابق لحزب القوات اللبنانية شانطال ساركيس أما منصة كلنا إرادة فألبير كوستانيون هو رئيس مجلس إدارة التنفيذة وهو عضو المكتب السياسي الكتائب سابقا منصات انعصمت على بعض البعض بسبب التمويل والترشحات والتحالفات انتخابيا خلاف الحريري السانيورة يتمدد وأكثر من ضربة لقاها الأخير ريتا نصور أنجليني بين سعد الحريري وفؤاد السانيورة مش ماشي الحال فصحيح أن السانيورة لم يعلن بعد قراره النهائي لجهة الترشح للانتخابات من عدمها لكن الأكيد أنه نشط على أكثر من محور انتخابي وهو يتواصل مع أكثر من شخصية لتشكيل لوائح بذريعة عدم ترك الساحة السنية للفراغ أكثر من ضربة تلقها السانيورة في هذا المجال فبعدما حط في فرنسا حيث قيل أنه التقن وفسلام محاولا إقناعه بالترشح حسم الأخير خياره معلنا في بيان في الساعة الماضية عدم خوض الاستحقاق ما جعل السانيورة يخسر ركيزة أساسية للائحة التي كان ينوي أن يشكلها في بيروت الثانية أكثر من ذلك تكشف المعلومات رفض العائلات البيروتية لتشكيله لائحة أو ترأسها ومصادر تؤكد أن العائلات أبلغت السانيورة حرفيا ما مفاده بأن تشكيل اللوائح ليس كتشكيل الحكومات هنا يجب احترام إرادة الناس أولا أما الضربة الأخرى فتمثلت بقطع الطريق على أي محاولة له للدخول إلى عكار انتخابيا عبر إعلان لائحة هناك بزعامة وليد البعريني حملت شعار أهل الوفاء لسعد الحريري مأزق السانيورة يتوسع ففي صيدة وبسبب الخلاف الكبير مع النائب بهية الحريري وناجلها أحمد يبدو غير قادر على التحرك بسهولة وعاجز عن استقطاب الناخبين أما في طرابلوس فما له خبز بوجود الرئيس نجيب ميقاتي على حد تعبير مصادر معنية بهذا الموضوع باستثناء تنصيقه الدائم مع النائب السابق مصطفى علوش الذي سيعلن موقفه من الترشح في الساعات للأربع وعشرين القليلة المقبلة مصادر قيادية في تيار المستقبل تؤكد للأو تي في أن الخلاف حقيقي بين الحريري والسانيورة وتقول السانيورة ليس رفيء الحريري ولا سعد الحريري ولا هو مثلهما عبر للطوائف والمناطق نهيك عن كونه أصلا بعيدا عن الناس ويومياتهم وتستغرب المصادر ما تسميه معزوفة عدم ترك الساحة للفراغ سائلة هل ما عجز سعد الحريري وكتلته عن القيام به في ظل سطوة السلاح وهيمنة القرار الإيراني على البلد سينجح به نواب سنة آخرون وفيما حكي عن موقف علني سيطلقه الحريري قريبا رفضا لحراك السانيورة استبعدت المصادر هذا الأمر نافية أيضا وجود أي توجه لدى الحريري لدعوة الكتلة السنية الناخبة لمقاطعة الانتخابات استقبل الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ويسام فتوح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب الذي أطلعه على برنامج عمله في المصرف وجرى عرض لسبل التعاون والدعم فيما يخص القروض السكنية وأكد حبيب أننا أطلعناه على خطة مصرف الإسكان لسيما فيما يتعلق بالقروض السكنية التي تنوي تقديمها للشباب اللبناني من شراء شقاق أو ترميم بعضها أو تمويل بعض المشاريع السكنية مثل استملاك بعض العقارات لبناء شقاق وبيها بأسعار زهيدة وذلك لتشجيع الشباب اللبناني على البقاء في أرضه فاصل نواصل بعده النشرة من الأوتيفي نواصل ونشرة الأخبار أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في مجلس الأمن القومي الروسي إلى أننا نرى كيف يتوجه المرتزقة من مختلف مناطق العالم للقتال في أوكرانيا بشكل علني لافتا إلى أنه يجب الترحيب بالمتطوعين الذين يريدون القتال ضد القوات الأوكرانية ومساعدتهم في الوصول إلى مناطق القتال وأيد بوتين تسليم غنائم الأسلحة الأوكرانية المحلية والأجنبية لقوات دونيتسك والوغانسك وذلك بعد اقتراح لوزير الدفاع الروسي سيرجي تشويغو بتسليم غنائم الأسلحة الأوكرانية من دبابات ومدفعية صواريخ ومع هذا الخبر نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر شكرا للمزيد تابعونا عبر انستغرام فيسبوك وتويتر